أعتقد إن شاء الله أن نسهل لكم أعطونا الجواب في هاشتاغ الأثر أربعة و أذكركم بوقف أم الأوقاف التابعة لجمعية البر الخيرية بالمويه أنفقوا ينفق عليكم نحن في شهر رمضان والعشر الأخير من هذا الشهر المبارك علنا أن نكون من المتصدقين المحسنين المنفقين وعلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بصدقاتنا وما نقدم للأيتام وكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهتين وأشار سبابة والوسطى فأنفقوا من الآن موضوع سهل بفضل الله ومنته لا نحتاج أن نذكر كثير بفضل الصدق والإنفاق أكيد أن نعرفه لكن نذكر حتى نكون مع الركب نكون مع من أنفقوا وشاركوا وبادروا لكفالة الأيتام ورعاية الأرامل وتفطيل الصائمين صحيفة سبق البارح نزلت خبر عن جمعية البر بالمويه وتفطيل الصائمين بالحرام المكي 100 ألف وجبة خلال أيام الماضية فما تنفقونا سيكون بإذن الله تعالى عيانا بيانا أمام عيوني من خلال الأوقاف اللي تزورونها إن شاء الله وتسألون عليها ومن خلال تفطيل الصائمين في ساحة الحرام المكي وأنفقوا الآن وادخلوا تطبيق الراشح بشكل سريع ثم اكتبوا جمعيات الخيرية جمعيات البر ثم جمعية البر بالمويه لو تكتبون في البحث المويه ثم أيقونة الأوقاف وتكونوا مشتركين إن شاء الله في هذه الأوقاف اللي تدوم لكم بإذن الله حتى في قبوركم وتكون إن شاء الله جبال من حسنات يوم القيامة خلنا نفرح ونسعد بأن ندخل من أبواب الجنة الثمانية ومن ضمنها باب الصدقة شيخنا شيخ راشد دائما حديثك جميل كلها طبعا لكن أنا يشدني أكثر الحديث عن من نعم